موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر بنفس الغريب الذي جعل الله من كربلائه بلدا آمنا بنفس الذي كان الفداء للدين القويم ولم يفتد بذبح عظيم خصه الله بالعاشر وبعد العاشر بلاء العشق المبين بنفس الذي لم يذره الله فردا فكان عالما للعالمين واصطفى الله مهديه ليكون له خير الوارثين نعزم لنا صاحب العصر والزمان بهذه الرزية وأعز المشاهدين الكرام كما أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج دروب الرجاء بداية نتابع مجرى الأحداث العالمية فمقابلين على زلزال مرعب ولذلك يعني ربما أنا أعرف كيف القضية يعني كثير من القضايا يجون خابرون يقلوا أخوان حلت قضية أوكرانيا والتفقا مسؤول كبير خبرتك قلت له لا ما نحلت قل لي وهذا الإعلام وأنا فلان فلان قلت له ما نحلت وأنا أصير عصبي قلت له الشيك بي أقول لك ما نحلت بعدين رجل تقول لي أنت أعمى مشتبير قلت له خيم والله ما نحلت أمس يخابرني يقول له عود الانفصالين اللي المجاهدين أنا أعتبرهم الأوكران أخذوا المطار واخذوا كل شيء والمدينة كلها سقطوها المدينة الستراتيجية قلت له إيه والله أنا عندي شغل ما فارغ حتشوي قلت له ليش قلت له أنا أحتذر طب سدي التليفون خابر مئة مرة ليش رجلت أقول له أنت هسا بديت تؤمن وقلت لك ما يتبقون وقلت لك أنا ما يتبقون من هذا مثل العراقي العراقي تقول له إجاك الخطر الخطر مرعب أحاطي ما بيصدق لحد ما يصير الخطر جامع لي يجمع لي أنت قلت هاي الشغلة وما صارت هاي الشغلة وأنا عرفها هاي الشغلة صايرة بس سؤال أسألك أنت قرأت التاريخ ولذلك الغرب ما بقي منهم من الحرب العالمية التي سوف تنشع عن طريق أوكرانيا حرب عالمية ستنشع عن طريق أوكرانيا طبعا عن طريق أوكرانيا وإيران هذه الحرب العالمية البسيطة المدمرة بين ليلة وضحاها تسقط مئات الآلاف من الصواريخ النووية على كل أنحاء الصين وروسيا وأمريكا إذن إحنا الآن مقبلين على زلزال عظيم ما بعد واحد وعشرين نوروس تبدأ الأحداث متسارعة ولنبلو أنكم بشيء من الخوف ونقص في الثمرات والأنفس والجوع ما مضمون الآية أنا لا تأخذني في الحق لو ما تلائم ولا أخاف من أحدا حتى لا أطلق كلامه هنا وأو هنا مثل ما أعرف أن الدنيا انتهت وأن الأيام القادمات مرعبات وأن الجوع سيعم في العالم ما أسايا أن أفعل إلى بلدي الحبيب هو الإمام الذي سيحدث في العالم السنتين القادمتين جوع وحرب وموت ويقينا سنبلو أنكم بشيء من الخوف يقينا ونقص في الثمرات ما مضمون الآية والأنفس ستطبق بالسنة الثانية وعشرين متكاملة الله يمح ما يشاء ويثبت ما يشاء عندهم كتاب معلم يقول إذا جمدت أوروبا صارت مية تحت الصفر وانقطع الغاز ماذا يحل بأهلها ولكن أقول لكم إذا زلزلت الأرض زلزالها أن العراق قال عنه أبو علي له فتنة سنناقش هذا الموضوع أنا وإياك تسريبات التي لا نعرف مصدرها ولا نتبناها إنه زلزال عظيم وفتنة كبرى ويقينا إن الأمور على عجل من أمرها لذلك الذي قال لكم أن التيار الصدري سينسعب وهذا ما موجود بالمقطع عليكم أن تفهمون ما سيأتي هو فتنة كبرى الله ليستر منها رغم إن الله يمح ما يشاء ويثبت ما يشاء عندهم في العراق مع تدعيات اقتحام أنصار التيار الصدري مساء أمس الأربعاء للبرلمان داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد المتظاهرون انسحبوا من المبنى بعد أن كانوا قد اقتحموه رفضا لترشيح الإطار التنسيقي شعي محمد السوداني لرئاسة الحكومة رغم هذه التطورات الإطار التنسيقي أكد عزمه المضية باتجاه تشكيل حكومة جديدة يتزعمها المرشح محمد السوداني وأضف الإطار التنسيقي في بيان عقب اجتماع عقده أمس بعد اقتحام البرلمان أنه يرفض التغييرات التي تقوم بها الحكومة الحالية التي وصفها بحكومة تصريف الأعمال تعين إلى إلغاء هذه التغييرات واحترام للدستور والقانون ترجمة نانسي قنقر 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 واطين أضم الله أجوركم دكتور كلام إليك تفضل وعبما لك الأجر في هذا المصاب الجلل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الحسين لماذا الحسين هل لو كان عند علي بن أبي طالب عليه السلام أنصارا كأنصار الحسين قتلت فاطنة وهتك سترها وكسر ضلعها وأسقطوا جنينها وتجرأوا على أن يفتونه بمصادرة إرثها وخلافتها مظلومية علي بن أبي طالب ونحن في رحاب شهر محرم الحرام مظلومية مرعبة هذه المظلومية انعكست بدورها على فاطمة الزهراء على الحسن وما جرى في كربلاء العظيمة كربلاء دائما يصغرها الناس يقولون إجا الحسين ودى مسلم بن عقيل إلى الكوفة خدعهم عبيد الله بن زياد لبس عمامة رسول الله ليش الناس ما يعرفون عبيد الله بن زياد من الحسين والحسين كان بالكوفة هذا تجذب على الناس لحد الآن يركبونه إجا عبيد الله مثل الثيم وقالهم أنا الحسين ليش هو الحسين وين كان عايش مو كان عايش وين علي بن أبي طالب حتى يوم استشهاده مو صحيح حينما خذل الحسن لجأ إلى سلمان باك إلى سلمان إلى المدائن فاحتمى بناسها كان أكو قاعدة كبيرة للحسين وللحسن خلفها علي بن أبي طالب من علماء من محبين من عاشقين للولاية نجي إحنا دجالة بس نقعد نقرأ نقعد نقرأ للحسين نقول تلثم ولبس عمامة رسول الله وقالهم أنا للحسين وصدقت الناس ليش الحسين وين كان حتى ما تعرف الناس من يحكي الصدق تعلمنا نكذب مثل واحد يطلع لي خريج ابتدائية أبو علي هاي الشهادة ما لتك من أعرف يجوز شذب هاي الشذب دكة بالحاسبة تطلع شوفه بيها دولة هو عنده شهادة ابتدائية أريد يناقشك بقضية وقعوا عليها ألف طبيب ألف بروفيسور بالصيدلة يجي يناقشك وهو ما عنده ابتدائية هذا شي سووا بيك هذا مو يسووا بيك هوية جهلة مثل يسمعونه هوية جهلة مثل يسمعونه أكو شي واحد يطلعه بالتلفزيون ما واثق منه مئة في مئة وصادر ختيم وناس وختيم ودولة وعلام ما يصير أريدك تعرف ليه من تبتي اعليه من تبتي تبتي على الحسين عاطفة لو تبتي لأنه أنت تخلفت عن نصرتها تبتي على الحسين أو أنت تزني أو تشرب خمر وتبوك أو تشذاب أحد أصدقائي مش هيشتري سيارة من ياني يشتريها من واحد يقرأ عليه الحسين عد أعمام قال له هاي السيارة أريدك تقل لي وانا اشتريها بذمتك قال له عمي العباس والحسين هاي السيارة مأصلة من أمها خادش ما مخدوشة قال له متأكد قال له ومش أولي لهذا الخبير لقوها بالحاسبة لأنها جاية من أمريكا ولأنها مقصومة بالنص ويعرفها قال له عمي تامع ليه ما تقرأ عليه الحسينته قال له عمي لحقتنا إذا ما نشد بشلون نعيش الله أكبر إذا ما نشد بشلون نعيش المؤمن لا يكذب بس يكذب يصبط إحنا في رحاب عاشوراء شو نتعلم من عاشوراء نتعلم نطلع تظاهرات ونهوس وبعدين ما نعرف ليش لو نريد نعرف الحسين ليش نقتل الحسين قضية قال له يزيد بايعني وأنا أضمن لك الحياة الرغد في الدنيا خوش شم يزيد الآن عدنا نبايعينا ونروح نبتشعل الحسين شم واحد أطباعه أطباع يزيد دولة من العباس من إجت تقضى على الدولة الأموية إجت باسم محمد مو صحيح وتطلب يا لثائراته محمد يا لثائراته فاطمة قضت على كل من يتصل بمحمد باتصال بسيط أو داعتكم ما خلت واحد إلى علاقة محمد ما ذبحته ما لكم علاقة بالشعارات أحيانا جميل أكو أحد الأصدقاء يقل لي يقل لي لا تكن طيبا ويغرك من يكون طيبا أمامك فقد كان الشيطان ملاكا الشيطان قبل أن يفسق كان ملاك يعبوض سبعين ألف سنة إذن إحنا محتاجين مية وأربعين ألف واربعمائة سنة ألف ومئتين وخمسين سنة نبتشع للحسين هذا البشي ما خلانا نؤمن بأن هناك إمام يستحق أن ننصره خوش أنا أبتشع للحسين وما أنصر المهدي الآن القضية بيد المهدي إذا رضى المهدي رضى الحسين إذا ما رضى المهدي خلنا طيق راسي بالحائط ما يرضى الحسين لأن الحسين القضية صارت الأولاية عند الإمام المهدي نعم سبينات الحسين تقبل كل شي ولكن الإمام المهدي حبا بالحسين يقبل بينا بس ليش ما نستحم للإمام المهدي ليش خوش الحسين شي ريد معدنا لا نبوك لا ناخذ غيبة أقرى لكم الصفاء اللي ريدها الحسين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون لا ما ياخذون غيبة مثل أبو عالو غيره والذين هم للزكاة فاعلون مو للخمس للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت عيمانهم مو أزواجهم البقية أنت تعرفوها غير ملومين فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون خوش إذا هؤلاء إذا هاي الصفات ما بيهم دولا مجرمين ما يستلون بصلة بينا خوش إذا أنت من العادون معادين لمحمد وآل محمد إذا ما فعل الذن إذن صف يزيد ومعاوية وعمر بن سعد لو لا نقرأ لكم بعد والذين هم لأماناتهم وعهودهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من زلالة منطين هذا محمد يقول ولقد خلقنا خالق محمد مو الله الله قط كل شيء إلى محمد صلى الله عليه خوش أنت يقول فإذا هو خصيم مبين يقول إنا خلقناهم النطفة فإذا هو خصيم مبين إذا أنت خصيم لمحمد خصيم إلى الإمام المهدي داخلك إلى حسين الجنة لنتعلم من عاشورة نبكي على الحسين لأننا لم نكن في حصر الحسين فننصره خوش إذا نبكي على الحسين معدنا الإمام المهدي هم يجي إلى واحد من دول اللي يفتهمون يقول تعالي أبو علي فعلا أنت دجال إحنا نبكي على الحسين وما ننصر الإمام المهدي دجالين لو مدجالين يا أخي من تصفن لها معلمي مرعب والله ألقاني أقرع للحسين أنا بصلاة أخلص الصلاة أبلا أقرع للحسين ابني عدي ابني إبراهيم سئلوه أبوك إش قد يصلي قالهم 24 على 24 أبوحك الضيوب جايين هو صغير بعد سئلوه إبراهيم أبوك ما يقام من الصلاة قالهم نصلي 24 على 24 دلشي قل لي قل لي غير مبرئ للدمة إذا ما تقعدني بالليل وياك قلت لي ليش أنا ما نام كيف أقعدك قال لي أنا أريد أكون مثلك قل ليش تكون مثلي قال لي أنا أحب أكون مثلك ما يعرفيش قلت لي لا أريدك تعرف تكون مثلي أريدك تكون أحسن مني وأشرف مني بانتمائك للحسين إذا انتميت للحسين ولأنصار الحسين بعد ما تكذب يابويا وما تزني إذا كبرت وما تأخذك الدنيا في هواها وتقاتل بحب الحسين وما يغرك بعد شي أبدا هذا طفل إذا علمت أنا مني الآن حب الحسين شو بيسوي يشرب هذا الحب وما يبالي بعد لذلك نحن محتاجين أن تكون المرأة الزينبية الآن مرأة عصامية تتعلم من صبر زينب ووفاعة فاطمة المرأة تترك التليفون شوية المرأة تترك اللغو شوية المرأة تكون صادقة المرأة تستر بعضها ببعضها مو أنت تمشين بالشارع واستلقفك أحد الناس يجوز يزوجك مو تقلبين الدنيا قلاب استغفروا الله قولي اللهم احفظني واسترني ولا تفضحني يوم يقوم الحساب وسكتي ما تسويليك بلبل تقلبين الدنيا قلاب لا تطلعين للشارع حتى ما تكون بلبل لا تطلب بيتك بنتي إذا تطلعين بالشارع وتليفونك عندك تحملي بس ما تخلين عشير تشين كتلون مئة ثلاثين أربعين على شي تافه لأن انت طلعتي لو كنت بيتك ما حجاج وذولة اللقامة وذولة الزعران حاضرين لهاي القضايا عرفش لون حاضرين لهيك سقوط المرأة المؤدبة تتحمل وحينما تتحمل عليها دينها يحميها إذا كانت متدينة دينها يحميها دينها يحميها يكفلها بذلك حتى يكون بيك فرق المؤمن والمؤمنة بتصرفاتها هذا عشور خلنا علم الناس أنا أبتع على الحسين بس بطريقتي وأبتع بتي أفقد بي تعرفوا لي أشبتع أبتع على الناس اللي ما نصرت الحسين وهو الحسين موجود أبتع على زينب لأنها سبية والإمام العباس غير قادر على حمايتها شي يقول هذا معلمي شي يقول يقول لا سنة ولا سنتين يرجعنا بعد عسيا لا عباس يحمين زنودا مقطعا لشبيا ظلوا وعثر نيام ثوب الفخر محتزمين بيمن ألوذا بعد بيهم كسر ضره للبي من العزل النبوثاقي هذا العدة تطلب ديا قالوا رجو الكوفة تنظر صوبيا قوية قصيدة يجرح بيها لذلك احنا محتاجين أن نكون حسينيين باتي نعم نبتي ونقل للعالم نظل نبتي للحسين الآخر يوم بس نبتي ومو من يخلص عاشورة للزنة وللبار وللملها ولجونية لبنان والروسيا البيضاء والدبي الخائبة لا هذه الفلوس اللي نطيها للعربدة والسقوط نطيها إلى يتيم إلى فقير بيحبه الحسين إلى مسكين إلى قرابتك ما عنده لا تتكبر عليه ولك لا تتكبر عليه إذا مسكين قرابتك روح بوس رجلية حتى يزداد عطائك من الله وإذا أخذها منك وسلبها منك بعد ما تقدر تسوي شيء الحسين كان يوم عاشورة ماذا يقول علموا بناتكم أولادكم وبناتكم الصلاة وحافظوا على أعراضكم كل كما تحافظون على ديناركم ودرهمكم خوش نرجع إلى أنصار الإمام الحسين ما عندهم عيال ما عندهم أموال فقراء تصورون كيف فقراء زهير بن لقين بورير مو زهير هان بن عروة شو دولة دولة كلهم يملكون الحر كلهم يملكون أموال نساء اللي يردون بحياتهم يعني مجرد ينحركون صابعهم شو وجدوا في الحسين حتى يتركون الدنيا وحلاوتها وي شنو ويذهبون إلى الموت الذي سيقطعون به تقطيعا أمام عوائلهم شو هذا الإيمان أنا أجي أبتشي حتى أكون بمنزلة جون لو بمنزلة هان بن عروة لو بمنزلة حبيب روحي له الفداء لو بمنزلة من زهير بن لقين منزلة الحر منزلة عابس لا هذا التدراع تحتاج تعب تحتاج تعب تحتاج القضاء على هذه النفس اللوامة تحتاج رؤية وبصيرة حتى تكونون مثل أهل البصائر أنتم تقاتلون أهل مصر أهل البصائر حينما تكون بصيرتك واضعة ما يخدعك دكان عفن ولا يخدعك حزب منتهي ينادي للا ذاته أو يخدعك عربتشي هنا وهناك لا احنا في صلب عاشوراء علينا أن نعرف أعداؤنا الأمريكان واليهود والوهابية هاي عاشوراء علينا أن نثقف ناسنا إن أعداؤنا كلهم جسد واحد ونحن متفرقين أنا ما عندي حاجة أكثر من هذا أعادي إيران وأجل الوهابية أم الحسن لهم لإسرائيل ولأمريكا كل عقلكم شو سوت إيران حتى هذا الحجم العداء المرعب إلها شو سوى حزب الله اعتداليكم أسائلكم أكو ناس بالحزب مخوش وأكو عد إيران قيادات مخوش أنا ما بحال حدا أنا أحكي شيء يعني بزمن علي بن أبي طالب كانت أكو ناس خوش وزن ناس مخوش بس بزمن للحسين الله أم عربين ولذلك الإمام الحجة روحي له الفداء أنصاره كان صارع شورا للحسين أبد كثير من الناس من يصلي خلف علي وهو أول من يطعن علي وكذير عليه السلام صلوات الله عليه كثير من الناس من صلى خلف رسول الله وأفئن مات أو قتل انقلبتم على عقابه كان أول المنقلبين لذلك هذه عاشورا ماذا قال أبو علي الشيباني هذا الدجال يناقش واحد عند ابتدائية فضيحة والله يا العراقين اشبكم إلى هذا المستوى هذا يناقش يا أبو علي خلنشوف هاي الشهادات انت حتى لو نقشتك انت ياهو انت ابتدائية ما عندك أخذ أعرف انت فاشل بالمدرسة شا ناقشك هاي اللي سهروا عليها ميتو بروفيسور وعلق طبيب أو قضايا تمحيص واختبار الاختبارات السريرية اللي أجريت على هذه الأبحاث خسرت مئات الآلاف أو ملايين الدولارات بأفرنسا وألمانيا وإسبانيا وأمريكا وكندا حتى طلعت مؤاني دفعتان من يلدي معك هذا الإمام المهني سخر الناس وقال الله هتدفع خوش أجأ ناقشك يعني أتعب نفسي ويعقلك يطلع لك واحد من دوله ينمر وهو كل شي ما يبتهم خوش مو هذا صددنا صددنا إحنا محتاجين أن نكون حسينيين وإنت تركض حتى تصلي أول واحد جدام واحد هو رايح للنار كان هذا الأصل لورانه مهجوم وين رايح هو كل ما يؤمن بالله ما يؤمن بالحسين لو عندي بصيرة عارفة وين رايح ما أصل لورا واحد راح للصحراء يجي للضب قال أنت إمامي وين ما وصل إلى مسجد الكوفة قال علي بن عبدالبي هذا قوم قوم أنت ليس إمامك الضب روح صل لورا الضب هذولا كلهم الآن ما أجزم تلاثة وتسعين أربعة وتسعين قمسة وتسعين سبعة وتسعين إمامهم الضب يعني ما عنده بصيرة ما عنده بصيرة اللي عنده بصيرة ما يهم أطفاله ما يهم بيته ما يهم ملكه هؤلاء أنصار الحسين يوم عاشورا هؤلاء الملحمة المرعبة الحسين أقل شيفة ثلاثين أربعين ألف واحد وياه وهذا كله تشذب مال إجيو سبعين وراحوا المعركة دامة سبع تشر أو ثمان تشر قتال على أطراف الكوفة يقتلوا فوجا ويأتي فوج يعني وأسر مسلم من العقيل ويا جحافل قتلت كلهم قتلوا ولم يبقى إلا مسلم من العقيل آخر يوم فقتل يعني وين عرشتون يطلعون لك مسلم من العقيل بشارع ونام عند الطوعة هاي معركة مرعبة ولو مسلم من العقيل طاب للكوفة عرشتون يستولي على الكوفة خوش سؤال هذول اللي يصلى ورا مسلم من العقيل يقولون أربعة آلاف أربعة آلاف واحد عبيد الله جوحدة اشتون قضى على الأربعة آلاف فقط هم فلوس هذا الكذب هذا النفاق تصغير لقضية يعني ذول اللي يصلى وشابهم مسلم من العقيل بهذا الحجم ورسول أبي عبد الله الحسين يخدعهم عبيد الله من الزياد صدقون ذول أربعة آلاف كلهم انقضى عليهم بهذه المعركة قضي عليهم ولذلك حينما طلبه عبيد الله بن زياد عمر عبيد الله بن زياد من طلب من يزيد أن يمده بالمال والرجال إذن المعركة ما اليوم حتى يمده قال له أنت تقاتل بقال من بقالين الكوفة أم تقاتل وأشرس خلق الله وبطون من بطون العرب أنت تقاتل من أهل بصيرة يعني يودي له أربعة آلاف على من الفرس الأربعة آلاف كانوا مسجونين أشدوا الناس رماتا كان ساجنهم علي بن عبي طالب وحينما قتل أطلق صراحة محاوية التاريخ أغم التاريخ أغم هاي معركة اشتركت بها الفرس الترك الروم البيزنطينيين اليهود يقودونها لم يذكرها التاريخ يجل الحسين بسبعين واحدون كتل وراح حتى يطلعون الحسين ما حد إلوياه لا لذلك حتى نفهم ناسنا كيف أصبح الحمد اللهم صلي على الصديق العظيم علي بن عبي طالب عليه السلام مشكلة حتى قراءنا يحاولون يزغرون قضية الحسين الحسين يطلب ماء والحسين عطشان شو ما سمعنا زينا بقالتان عطشانة أو سكينا أو رقية شو التاريخ ما يذكر هاي القضايا شو حبيب ما قال أنا عطشان شو زهير بن لقين ما قال أنا عطشان ليش نزغر الحسين بس الحسين قلنا عطشان نعم العطش أخذ ما أخذه في كبد الحسين ولكن الحسين يأبى يقول يأبى لأن الله ذله اللهم صلي على الصديق العظيم علي بن عبي طالب اللهم صلي على فاطمة الزهراء سيدة العالمين ساعدك الله سيدتي وساعد الله قلبك على هذا المصاب الجلل ماذا نفعل خوش إحنا ننادي يا لثأرات فاطمة يا لثأرات الحسين شو ما هو يزيد وعمر بن سعد ما هو أم عاوية هذا الموبوء ما هو عبيد الله بن زياد ما هو شمر ما هو حرم لما هو أمني أنه خذتارنا دولة كلهم ما موجودين هل الحسين إجا يحارب يزيد كيزيد يحارب عبيد الله بن زياد كشخص يحارب عمر بن سعد كشخص ما هي أخلاق عمر بن سعد سعد بن أبي وقاص عمر بن سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص لا يشبع من ماء الرجال بشهادة حليب بن أبي طال شوفوا لي قاتلون الحسين شنو عمر بن سعد يمثل من يمثل الموبوءين المنتهين أخلاقيا الذين يدعون إلى الفاحشة ويشيعونها أشباه الرجال المنحطين المنتهين أخلاقيا الذين يحاربون محمد الذي كله رحمة وأخلاق إذن ذول فكر ذول فكر لو مو فكر أحنا الآن الثأر من الفكر الذي زرعته الدولة الأموية والدولة الماسونية والدولة المنحطة ورذائلها انظروا الآن أمطير شي صار بفلان مكان عدنا قوش هذا المطير شي شو قضيته بس الدور ومتبعه شون عليها تلقونا فضيحة تقدر تقل له أنت قوش هذا يحكم بالحسين هذا يمشي يمشي يلبس ما يلبسه آشوراء وهو مع معسكر بن سعد لذلك نحن محتاجين أن نقول للناس الحقائق كل واحد يزني كل واحد يشرب خمر وما يتوب كل واحد ما يصلي كل واحد يسرق كل واحد يأخذ غيبة في معسكر بن سعد شاو منهم معسكر الحسين والله أحضر ولا أعدكم بما فيهم عديدان مو اللهم انعل كل من ظلم سيدتي فاطمة الزهراء وعذاها طرفة عين جيش جيشه على قتالها فكسر ضلعها وأسقط جنينها أحرق بيتها تكسترها صادر إرثها وورثها بفتوته اللعينة وهو لم يشبع من مع الرجال أأكد على هاي الكلمة وفجأ عليًا بها وسن سنة الموت عليها وعلى أولادها لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد يطلع لك واحد من هاي الدجالة الغنم يا لأ والله الغنم طاهرة وشريفة طاهرة يقول سيدنا هذا المعيش بعمل مع الرجال حلو يا جماعة هيت العرب يهمون حطة الله يجفينا الشر إحنا وياكم اللهم صلي على الحسن المجتبى اللهم العن معاوية ابن الطلقاء اللهم صلي على الحسين شوفوا لو لا قضية موسى أبو موسى العشعري الموبوء لما قتل الحسن ولم اجتمعت الناس على قتال الحسين ولم يبقى معاوية دقيقة خوش هاي الناس بذاك الوقت معتهم بصيرة وعلي بعلي جدامهم علي علي جدامهم صلوات الله علي خوش الآن إحنا الإمام ما عدنا وما نشوفه لأن ما عدنا بصائر هذا دليل غير نفتش نشوف ليش ما نشوف الإمام نفتش لو ما نفتش ما نفتش إذا فتشنا أصبحنا مؤمنين وإذا أصبحنا مؤمنين الدنيا خرجت من قلوبنا فلن تبقى أمريكا ولن تبقى اليهود جاثمة على صدورنا اللهم صلي على الحسين الذي لا زال في دمه يكتب أهل من ناصر ينصرنا أهل من داب يذب عن حرم رسول الله الله أكبر أهل من طالب ثأر يطلبه معنا يا أبا عبد الله يقينا لو قلتها اليوم لنقلبت السماوات على الأرض رغم أننا قليلين الإمام والمنكر يحيط بنا وفينا من السفالة والنتانة ما لا يحصى رغم كل هذا إن قلتها والله تأتيك ملايين الناس زحفا على الرؤوس جربها مرة أقسم عليك بأمك جربها مرة ستجد إيران وحزب الله واليمنيين يقودهم العراق العظيم جربها مرة أقسم عليك بأمك يوم أنت وحنت جربها مرة صحيح نحن نحب الدنيا بس أنت من تطلع وتقول يقينا لعد ما نشوف غيرك ترى والله نحبكم كل شهواية بس شنسأوا الضيم والعوز يخلينا نشذب ويخلينا ناكل حرام ويش شهوة تخلينا نخطأ شو نسوي ما نقلك بس نحن نقدر نبجي أي مرة علينا يوم ما نبجي عنكم هذا العراق تقلبه يد المنون لينزح لانين انتم علينا الطيتول لفلانة وفلتانة خلصنا من صدام اليهود اللقيط الموضوع طحنة بألف واحد خيرهم ما يعرف الناقة من الجمل لم يقيمون وزنة لعلي بن أبي طالب لم يستحون وين الروح الرحنة للبلدان الذلنة والرحنة لأمريكا عدو وين الروح للأتراك وأنتو تعلمون ماذا يفعلون الأتراك لما لما سلمتمونا لأنفسنا لاحتراض عليكم سيدي سمعا وطاعا ولكن أنتم رحمة الله الواسعة إذا خرجنا من هذه الرحمة وين الروح لك عم يجون الحوتيين يردون بس واحد يحكيوا إياهم كلمة طيبة منه جب يا أبا الغيث ما حد يحكيوا إياهم دولتهم صاروا الشيعة إذا شافوا الشيعة يخافون من السعودية ويهادنونهم يهادنون الوهابية شلون يؤمنون خلف الله على إيران تحملت هذا العذر في حزب الله ووالله يساعتهم ويحفظهم اللهم صلي على علي بن الحسين على محمد على جعفر على محمد على موسى وأنا قلت لكم بس تفتهمون هاي الكلمة لا تظلون جهلة مثل هذا بول ابتدائية يسأل ترجم لياها لا تظلون جهلة إذا علي بن موسى الرضا كان موجود وموسى في السجن والإمام جعفر مستجهد لماذا لم يولي علي بن موسى الرضا ابنه وترهم الأمور ولا يرجحون الجعفر الصادق هل الإمام يلجأ عمي بذاك الوقت الإمام يلجأ يلجأ إلى حاديث رسول الله لأنهم ما مؤمنين بأهل البيت المؤمن ما يقتل ابنه المؤمن ما ينسى ابنه ولكم عمي رأي يذكرهم يقولهم أنا جد ترى رسول الله موجدكم أما الآن الإمام الحجي يحكي باسم محمد وداعتكم ما يحكي باسم حدد يقولهم أنا الله صيروا عقال فإذا إذا موسى بن جعفر موجود يسئل هذا الإنسان قال لمولاه كيف تكون موجود نام هذا رأسا غفر بأمر الإمام فس ألقى كلب شات موجودة القيد موجود جدا ما هو الحديد والإمام ما موجود غفر أجي بعد نساعة ألقى الإمام موجود قال هكذا ندير أموركم كيف كيف الناس الناس تجهد إلى هارون الرشيد حتى تجد ذريعة للوصول إلى الإمام جعفر الصادق ونست إمامها وإمام عصرها الإمام المهدي الآن راحت إلى الدكان البنانية إلى الدكان البنانية إلى الدكان البنانية الذين لم يؤمرون بصلاة الليل أنا وقفت بوجههم وما حربهم علي إلا لأني أدعو إلى صلاة الليل لأنها منجاتكم وشرفكم ورزقكم وما أوجوهكم لأنكم لا تعرفون الذي أعرفه والله لو لم ألتقي بصاحبكم لم أؤمن قد لكنت مع الدكاكين البالية ولكن صنفهم أمامي تصنيفا عجيبا إن قلت لكم أنا أذهب إلى الجحيم إلى أقطع وتقوم علي الساعة الآن لو قلت لكم ماذا عدثني أقسم بالله العلي العظيم لم أكذب بكلمة إنه عاشوراء لذلك أقول للناس هذا الإمام المهدي أمامكم أدعو له وإنه سيخرج إليكم وعلى عجل من أمره اللهم صلي على محمد بن علي اللهم صلي على علي بن محمد اللهم صلي على الحسن العسكري على الإمام القائد والرب والإله القادم إليكم انظروا الإمارات ما أغرقها وإيران تسبح بوحلها وقطر تستنجد بمن يوقف المطر على صروحها إنه أمر جلل يقينا واليمن بسيولها إنه أمرا جلل ألا يردعكم نعم سيردعكم زلزال مرعب أنتظره أنا وإياكم بعدها لا تسألون عن شهادتي كيف أخذتها وكيف وافقت عليها الأبدياء شكرا إليك دكتور بناخد اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله خادم الجنابكم الكريم أمو أنا بدي عمرها 8 سنوات فجأة لا تستطيع تقوم بصعوبة وتبعد بصعوبة الدرج لا تستطيع تصعد فسوينانها تحليل لصراح لها بمور عظلات الوراثي هذا مور هذا طبيب ما عنده حل يقول طيب بنت الطيب الطيب وتمشي وتزوج وأنا خادم بفضل الله أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أيضا اتصال السلام عليكم ضروب الرجاء تفضلوا أهلا وسهلا أهلا أهلا خادم جنابكم الكريم خادم رب تشكرك آمين خبرتك داري بتشكرك من يا محافظة جنابك الكريم أولا من يا محافظة واسمك والدي بي بي شكرا كان يبر بلسولي أربعين هل كان يبر بربع الآن انت من يا محافظة جنابك من يا محافظة من بغداد يعني من بغداد أبوك السكر شكرا كان يوصل عنده كان يوصل أربعمية أربعمية وخمسين هل يعني حفة تلن كان يأكل البار حتماني خوش سؤال من وصل لثمانين الطبيب شو قال جنابك الكريم شو اسمك جنابك الكريم شو اسمك خوش انت شو اسم جنابك الكريم وشو تشتغل شو اسم جنابك الكريم خوش مولانا مولانا آني اريدك تفهم يا مولانا يا مولانا الطبيب شو قلّه؟ الطبيب الآن شو قلّه؟ طيب وسكر وفقرات همار بس عندي هاي جوالكي هو سبيبها يعني أنتو أخدتوا بالبداية الوالدك الآن تريد الوالدتك؟ مقادر الطيب مثل ما طاب والدك شون طاب والدك؟ جام ما تفشي على الأكادة نحن أطينا الوالدتك مولاي أريدك علي كيفك مولاي مولاي والدك أطيناها والدك أطيناها علاج صار شهر وسبوع تستخدم العلاج الآن كانت مقعدة الآن قامت تقوم على العكازة نعمة من الله تروح للحمام كانت حاجة جواها يعني حول تحين من العلاج لا حول ولا قوته هذا الإمام المهدي وهو عملية إعجاز عملية إعجاز وإحنا قدام إليك الآن شو تريد من عندنا؟ الآن شو تريد من عندنا؟ مولاي أو حتى لو رأع السكر يا مولاي حتى لو رأع السكر أروح لك فيدوي هو هذا الخليط مالتنا بالعالم الآن رأح يصير دورة يغزي العالم لكن مولاي أنا أقول لك بعد تحتاج بعد إحنا قدام إليك أهلا وسهلا ووالدك بعد يحتاج دير بالك قام ياكل تمن بعد يحتاج أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك مشاهدينا فاصل ونعود مرحل فيكم مشاهدينا من جديد معنا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم أهلا أهلا بذكر رحمة تلو على وادك عندي ابني مواريد 92 عنده فتحة ولادية بين البطينين كبيرة ونعكاب في القلب واتفاع في الضغط الشريان الرئوي وعنده لزوجة في الدم مع الزيادة مع الزيادة الدم بطيب صدقيني مو هذا التحليل الحقيقي لهذه القضية حتى لو أخذوها بالأشعاء وبالصنق أنا خادم إليك هذه الفتحة تنتهي أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أيضا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور ربعالي خادم إلكم دكتور الله تكريب العافية أنا عنده مشكلتين أول مشكلة لزوجتي عنده تنخر الرأس العظم إيش قد عمرها زوجتك 26 عمرها صار عدتها سقاط لو ما صار لا تنخر تنخر رأس العظم والورك أي مسألتك ليه شي أقول لك يعني عدتها هشاشة هاي فضيعة عدتها سكري لو ما عدتها لا ما عدتها سكر لا الطيب بسرعة الطيب والسرعة والطبيب ما يقدر يحالج هاي القضية لأن هاي القضية مرتبطة بكل العظم يعني مو مرتبطة بس هذا المفصل تمام زينا أنا مشكلة الثانية مشكلة عندي تسمعي جرسوا بالمعلوم تفرح أي بس إذا اسمعني هاي الفترة ما تاخذ أي شي لحم تاخذ لبن أو تاخذ اسمعني لبن ورزع أبيض والصبح تجيب هاي القهوة القهوة اللي مطحونة تخليها على ملعقة كبيرة على كباية لبن وتشربها قبل لا تأكل راح تحس بشوي ثقل ممهم بس الأكل ما تكيكون هاي الفترة يعني إذا أخذت خليطة أو ما أخذت أنت أخذ هاي الإرشاد من عند الطيب بإذن الله يعني سهل عليك يخليها تلتحم أما إذا أخذت لحام وزيت ومرقة أو فتشي هذا يأثر على عدم شفائك بشكل غير طبيعي وما يؤدي إلى أتعاب بالمستقبل يعني يأثر عليك ويأثر على صحتك أنا خادم إليك إن شاء الله الله يشاهد فيك أنت وزوجتك أهلا وسهلا شكرا لأتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور في ثورة الإمام الحسين قوة هائلة للتغيير فالقضية التي جعلت الحر الرياحي وزهير بن القين ووهب النصراني يلتحقون بالركب الحسيني هي ما نحتاج إليه اليوم كيف يمكن لثورة الإمام الحسين أن تكون هي المنطلق لإصلاح النفس شوفي حينما أتى السيد الخميني روحي له الفداء أتى بعكازه وأتى بعكازه كأنها أتصورها عكازة موسى الشاه يملك طائرات سافاك أمن مرعب مدمر صار لثلاثمائة سنة جاثم على صدر الإيرانيين يأتي واحد بالطيارة ما حدو يا بساء الله والإمام يرقبه عن بعد يغير مجرى التاريخ ولكن بعد الثورة ماذا حصل الآن بدت تتعطش الناس إلى الغرب أسقطت العمة العمة المفروض لا نسقطها بل نقومها ونجعلها نورا نمشي ونرد شنو ونحذو حذوها حذو النعل بالنعل احنا هنا أسقط المؤمم أسقط نفسه حينما المؤمم يسقط نفسه كالدليل الذي يضيعك في عرض الصحراء تقوم تتخبط تنتجي الآن الذي يحدث في العراق نفس الأخطاء التي أحيطت بالجمهورية وما فعل الناس من يدعون الدين بالعراق إرهاق دكتور اسمحي أطعك لمن أخر الاتصال قالوا السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك دكتور صح أحوال أنا خادم الجنابة الكريمة خادم ربك أستاذ نعزي عصر الزمان والاستشهاد إمار حسين عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام نعزي لما الإسلامية ونعزي أشفاء من أي محافظة جنابك والله سيدي أنا من محافظة من الموصل أهلا 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 أمرنا والله سيدي يعني الدكتور صار عندي يعني سكر مفاجر فصار عندي يعني اليومي 470 الطيب وسيدك الحسين وليس أنا الوضيع الطيب إن شاء الله بحق الحسين أنا خادم عليك أهلا صار الطيب شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أيضا اتصال قالوا السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا اليوم أهلا وسهلا أنا وبيك دكتور شونك أنا خادم خادم ربك دعتي دكتور ارفضوا العينك موتتني بالوجع تعبيها تقرحات أو جرثوم ومعدنا خليط يقين أن يوفي بالغرض بإذن الله خاصة المعدة أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور هل بالتظاهرات فقط نحقق الإصلاح وأنا جايج ستنة ستغدير أنتي مثقفة أنا أحجوي واحد عاقل كلش طبعا ويحجبني أطروحتش الآن بالعراق كان في زمن صدام المؤمن قدس أنا من واحد من الناس مو كنت أقدسه كنت أعتبره شجاع مرعب لأنه ضد التيار البحثي أسقطت هاي النظرية من نظرين يمتها حينما أصبح الحكم بيد الشياء ازداد العراق خراب ازداد العراق فقر ازداد العراق تعطش ازداد العراق للفساد نحو الرذيلة نحو المخدرات كان إذا عد صدام واحد غرامي عدمه إحنا الآن كبير وزغير التاجر وفنك تحكويا إذا لزمت المعممي تاجر تقلب الدنيا هاي عمامة رسول الله تفسد ما تفسد إنت ممنوع تحكويا تعرفون ليش لأن إحنا أصبح تشذبنا على الله قال راح أعلمكم منه المتدينين أنتو تقولون إحنا متدينين راح أؤخركم صدام إن شاء لازمكم منها وخرته سقط الدين لما كدين طلعنا عريانين يا ستنين فضيح هذا يحتاج تعب والآن في لبنان أو في غير مكان المعمم وما مثل ما كان قبل ألفين أبدا خذوها مني ليش لو المعمم سار على النهج الحسيني ولم يتخذ الرداء ثورة الحسين الرداء أو ساتر يستطر خلفه لأصبح قوة مرعبة يهز العالم الماسونية واليهود والعدو الإسرائيلي والموساط والسي آي آي والأم آي سيكسي البريطانية عاملوا على تسقيط الأمة بتسقيط الأمة يسقط الدين وبتسقيط الأمة الناس بعد ما تثق برسول الله وبتسقيط الأمة الناس تتجه إلى المثليين إلى اللواء إلى الدعارة إلى 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 إذن وصلوا إلى غايتهم شاوين الثورة الحسينية شكرا لك دكتور مناخد اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا أهلا وسهلا السلام عليكم خادم لكم أبو علي شوانا في عيني خادم الجنبك الكريم رحم الله أديك خادم خادم الحسين عظم الله لك الأجر عظم الله لك الأجر وجعلك ممن يقبله الحسين باكيا على مصاب الحسين أنا من المحتزين لك أبو علي من المحبين لك أبو علي أنا خادم لك أهلا وسهلا أشكرك رحم الله والديك يعني أنا جدا ما أدري شوان أشكرك ما أدري شوان أوصلك أنت المنادي أنت الحبيب أنت الصديق خادم لك أمرني الآن أمرني جنابك الكريم أمر رحم الله والديك أبو علي عزي والتي عندي والتي عيدا فقرات وعيدا قبل شويت عملية ما عن الجلاق غلط والله غلط وحق عاشورة حشاك من الغلط غلط والله بعد الدكتور تعرف إذن خليط إن شاء الله يوفي بالغرض ويشافي والدتك بإذن الله بحبي محمد وعلى محمد أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العامة بتيبع مشكلتك أيضا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا عليكم عليكم السلام عيون شلون أهلا وسهلا تفضل شوالك بأعلي أوليدي خادم الجنابك الكريم خادم جو رجليك أمريني لا 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 رحمة الله أنا وأديك أدي ثلاث طلبات لي أخادم أسمعيك أي أديك تهاب مجاري صار لثلاثين سنة وأربع صلايب عدي الطيبين وسخين هو هذا من الالتهاب جاعد الصخنين من الالتهاب أي وأدي سكر والطيبين بإذن الله وإحنا خدام اللي كان أحد المتصلين قبلك شلون شكرنا أنا أمي وعنا أبوه مطاب المعذر أصلي قول يا الله رح أصلي أنا خادم اللي تنشاء الله أصلي أهلا وسهلا شكرا لأتصالك فريق العام اللي بتابع مشكلتك دكتور بختم الحلقة تشوفت حتوصل المشاهدين نحن نقدس العمة إذا كانت العمة عمة وإذا كانت العمة كعمة الباكتاني أو الأبغاني أو السوداني يقينا لنا فيها رأي في يوم الأيام الوائل ينقل في خطبة له رنانة قال كنت أزور أحد أصدقائي في شارع الأبراك بالنجف وإذا طفل جدامي قلت لا لا تزلق بقشر الموز قل لي شيخنا أنا إذا زلقت بقشر الموز رجلة تنكسر بس إذا زلقت تكسر الأمة وقد كسر الأمة حينما قال عن عمر ولي الله لذلك هكذا تنتهي العمة وتضرب الضرب القاضية وحينما يقول الحيدري لا وفقه الله ولا رعاه إن فاطمة لم يثبت لنا كسر ضلعها وعليا لم يثبت لنا إنه ولي زويف الحقائق والقرآن أراد مرضات الوهابية كيف لنا أن نؤمن إذا كان كبارا على القوم انحدروا إلى هذا المستوى اللهم عجل ولي كلمة شكرا إليك دكتور متشكر مشاهدين على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة